يعني أنت قبل شوية في حوارنا الأول كأنه تطرقت بطريقة أولى أو أخرى إلى أنه التمثيل يجب أن يدرس حسب ما أنت قلتي بس اتجاهك لأنه تفتحي هذه المدرسة هل هو من باب التجارة نقول ولا من باب طريق حابة أنه أنت تتخذيه عشان تعززي هذه المهنة ولا من باب التفكير في الاعتزال يمكن شوية من كل شغلة بركي فكرة تعتزلي أنا بتمنى أن يضل عم بشتغل للحظة اللي بدي موت فيها بس أحياناً أفكر بأنه يمكن فيه وقت معين حس حالي تعبت فبحب أنه ضل قيمة مضافة لهذا الشي يعني بحب أنه أنقل خبرتي اللي أنا كونت عبر السنين يعني لممثلين ناشئين أو ممثلين حابين يتعلموا هلأ أذكرتني بالشي أنه فيه فترة بأكتر من حوار أنه مسكوا علي فكرة الأكاديمية أنه الممثل الأكاديمي والممثل غير أكاديمي يعني الممثل ما ضروري يكون أكاديمي أبداً التمثيل هو حالي المهم أنت تدعمي هاي الحالة معرفياً وتعرفي تتعاملي معه ففي كتير ممثلين معرفياً من أي ناحية؟ من ناحية أني أنا أدرس أكثر؟ أتعمق أكثر؟ أطور مواهب أكثر؟ أكيد أكيد حتى على مستوى الثقافة العامية؟ أو معرفياً من ناحية أني أنا لازم أني أعرف الشخصية اللي أنا حالكم بإداءها؟ على مستويات يعني على مستوى بأنه الممثل ما بالضروري يكون أكاديمي بس هو بيقدر يحصل على المعلومات اللي تدعمه مثل الأكاديمية هي كتب بالأخير موجودة بواحد بيقدر إقراها الخبرة بس في مجال التمثيل وعساس أنه أنت تعززي هذه المهارات قد تكون القراءة مفيدة بس أنا أحس المشاهدة ممكن أنها تكون أكثر إفادة لأن أنت قاعد تشوفي كل الإنفعالات اللي ممكن القلم والورقة ما يقدر أني وصلها بشكل سليم المشاهدة ضرورية جداً وأنا بقناعتي الممثل لازم يحضر كل شيء كل شيء السخيف والمهم والتجاري كل شيء بتحضري بتشوفيه بتستفيدي منه حتى أسخف الأفلام وأكثرهم تجارية ممكن تستفيدي منه هذا مخزون لأنه حتى الشيء اللي منه منيح لما بتشوفيه بتتعلمي منه والشيء القيم بتتعلمي منه ومشاهدة الممثلين دائماً والتجارب الممثلين بالعالم هي دائماً قيمة مضافة جداً سأنا أصدي يعني على المعرفة بكل مستوياتها بالمعلومات العامة بالمعرفة اللي بتخص المهنة بالمعرفة اللي بتخص عالم هاي المهنة يعني أنا أحياناً بقابل بعض الناس اللي بتشتغل بهذا المجال بس ما بتعرف مثلاً أنه في سينما بإيران مهمة جداً